هل ستكون الصين طوق النجاة الذي ينقذ روسيا من وطأة العقوبات الغربية؟ سؤال يلح على المعسكر الغربي منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا لسيما وأن بكين تبنت مبدأ الحياد واكتفت بدعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس قمة افتراضية عقدت الجمعة طالب خلالها الاتحاد الأوروبي الصين بعدم مد روسيا بالأسلحة أو مساعدتها في التحيول على العقوبات المؤلمة التي طالت مختلف القطاعات والسياسيين والأثرياء الروس لكن بكين شددت على أنها لا تتحيل عمدا على تلك العقوبات مشيرة إلى أنها تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا في الأثناء حاولت بكين الدفاع عن صداقتها المتينة بموسكو مذكرة بأنها تعارض العقوبات المفروضة ضدها والتي ستفضي إلى نتائج عكسية سواء على صعيد الوضع في أوكرانيا أو لما ستسببه من حروب متصلة بالعملة والتجارة والتمويل بينما اختارت الصين أن نأي بنفسها عن الأزمة الأوكرانية يضغط الغربيون لحث العملاق الأسيوي على إظهار معارضته بوضوح لحرب الكريملين رئيسة المفوضية الأوروبية حذرت بلهجة صريحة من أن مساعدة الروس ستضر بسمعة الصين على الساحة الدولية وستفسد العلاقات مع أكبر شركين تجاريين وهما الولايات المتحدة وأوروبا يأتي ذلك فيما دعت الصين إلى عدم المبالغة في تقدير دورها إلى جانب موسكو في إنهاء القتال في أوكرانيا لافتة إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا قرار مستقل اتخذته روسيا إيلين يوسف العربية